السلام عليكم أصدقائي في هذا الفيديو سنتحدث عن أهمية طلاء ساق الأشجار أو جدع الأشجار بديهان الجير يعني هذه العملية جد مهمة بالنسبة لصحة الأشجار وتكون في فصل الشتاء عكس ما يظن الأغلبية أن الوقت المناسب هو في الربيع والصيف ولكن الوقت المناسب للقيام بهذه العملية هو فصل الشتاء يعني من الأفضل أن تنتظروا أيام مشمسة لا تكون فيها أمطار في فصل الشتاء وتقومون بهذه العملية لأن دورها يكمن في حماية جدع الشجرة من تقلبات الحرارة الكبيرة التي توجد بين الليل والنهار وهذا الاختلاف في درجة الحرارة بين الليل والنهار هو ما يسبب تشقق لحاء الشجرة وبالتالي دخول الأمراض كما تكمن أهمية دهان الجير في فصل الشتاء في قتل اليرقات والبيود التي تمضي فصل الشتاء في جدع الشجرة وداخل اللحائها لأن في فصل الربيع سيكون قد فات الأوان بالنسبة لهذه العملية إذن بالنسبة لطريقة تحضير هذا الخليط إذن كما تشاهدون بالنسبة لطريقتي هنا عندي في هذا السطل 10 لترات من عجينة الجير إذن أقوم بإعدادها يعني بوضع 10 لترات من الماء مع 5 كيلو جرامات من الجير ويبقوا يعني خلال ليلة أو ليلتين أو يومين إذن مع التحريك من فترة لأخرى في هذه القناة قمت بعمل فيديو مفصل لكيفية تحضير عجينة الجير والاحتفاظ بها لشهور عديدة إذن بالنسبة لهذه الكمية من عجينة الجير أضيف لها تقريبا كأس من الصابون الأسود أو الصابون البلدي يعني هو تقريبا نصف كيلو جرام من كبريتات النحاس أو الجنزارة وكمية من مبيد حشري يعني حسب النوع الذي ستوفرون عليه تختلف الكمية إذن بالنسبة لهذا الخليط سنضيف 10 لترات أخرى من الماء إذن كما تشاهدون أضيف كمية الجنزارة أو كبريتات النحاس يعني تقريبا نصف كيلو جرام هو الجير أيضا مضاد فطري يعني مبيد فطري ويمنع تكاتر البكتيريات واليغرقات والحشرات ولكن فقط لزيادة يعني نجاعة الخليط ثم أضيف المبيد الحشري كما تشاهدون ثم أضيف كمية من الصابون البلدي أو الصابون الأسود هو يستخرج من زيت الزيتون يمكن تعويضه بكمية ربع كيلو من الشب فالصابون البلدي يزيد من تثبيت الجير على جدع الشجرة ويقوم بخنق بيوض الحشرات واليغرقات إذن كما قلت لكم تقريبا كمية كأس واحد صغير من الصابون البلدي إذن بعد ذلك نقوم بإضافة عشر لترات متبقية من الماء إذن ليكون حجم الخليط الإجمالي هو عشرون لتر ثم أقوم بخلط هذا الخليط بشكل جيد تقريبا لمدة دقيقتين حتى تختلط كل المكونات بشكل جيد ونقوم في كل مرة نريد استعمال هذا الخليط يجب تحريكوه بشكل جيد وأيضا خلال اليوم ثم تراقبون حالة الخليط كيف هي هل هو سائل جدا هل هو صلب يعني الحالة التي يجب أن يكون فيها الخليط هي تقريبا مثل الحليب هذا الخليط يسمى بالفرنسية مثل حليب الجير تقريبا أو مستحلة بالجير إذن هذه هي حالة الخليط كما تشاهدون يعني تقريبا مثل الكريمة أو مثل الحليب تضعونها على الشجرة ثم يعني بعدها تقريبا نصف ساعة تراقبون يعني إذا كان اللون باهت وغير ليس باللون الأبيض ليس باللون الجير يعني توضيفون قليل من الجير حتى يكون الخليط أكثر فعالية إذن قبل تطبيق الخليط على جدع الشجرة من الأفضل أن تتوفروا على فرشات صلبة كهذه وتقومون بحك جدع الشجرة يعني إذا كان الجدع يعني أحرش وفيها قشور ولحاء الشجرة من الأحسن يعني حكوا بهذه الفرشات إذن بعد حك الشجرة أصدقائي إذن نقوم بدهن جدع الشجرة على هذه الطريقة يعني تقريبا على يعني حتى يعني تفرع الشجرة وخروج الأغصان يعني الرئيسية الجدوع الرئيسية إذن على طول الجدع تقريبا 60 إلى 70 سنتيمتر حسب طول الشجرة يعني إذا كانت شجرة طول جدعها يعني شجرة عالية طول جدعها متر ونصف فعليكم أن تدهنوا الجير على طول المتر ونصف إذن كما تشاهدون عندما كنت أدهن هذه الشجرة وجدت يرقات هذه الحشرات يعني داخل في جدع الشجرة يعني في التقوب الموجودة في جدع الشجرة وهنا يعني يتضح لكم أهمية هذا الخليط وتطبيقه في هذا الوقت يعني كما قلت لكم فإنه يقتل بيض الحشرات التي ستخرج في الربيع وستقوم بتمريض الشجرة هنا أيضا في هذه الحفرة وجدت هذه اليرقات التي تشاهدون يعني في هذه الحالة كما تشاهدون لو كنت انتظرت فصل الربيع أو فصل الصيف لدهن الشجرة لكانت هذه اليرقات كتخرجت وهاجمات الشجرة ولكن في فصل الشتاء هو الوقت المناسب في حالة كان جدع الشجرة قصير كما في هذه الحالة إذن تدهنون تقريبا على ارتفاع نصف متر يعني تدهنون الأفروع الرئيسية للشجرة يعني تدهنون الفرع الرئيسي ثم الفروع التي تأتي من بعد إذن تقومون بدهن محيط الشجرة وتحاولون إدخال يعني الخليط إلى الشقوق وإلى الثقوب الموجودة يعني في الجدع كما قلت لكم هذا الخليط يعني جد مهم وحيوي بالنسبة للشجرة ففي فصل الصيف مثلا يعني تعكس يعكس اللون الأبيض للجير أشعة الشمس وبالتالي فإن العصارة تسري بشكل جيد يعني في الشجرة وكذلك يحمي جدع الشجرة يعني من التشقق ومن يعني من دخول الأمراض ومن دخول يعني الفطريات والحشرات لداخل جدع الشجرة بالإضافة لكل هذا فإن هذا التهان يعطي رونق وجمالية كبيرة بالنسبة لأشجاركم حيثما كانت سواء في الحقل أو في البيت إذن نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد سفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته